وجه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس رسالة الميلاد المجيد لعام 2020 أكدوا فيها أن ميلاد يسوع ليس حقيقة تاريخية فحسب بل هبة أبدية للخليقة كلها كما يذكرنا ميلاده باستمرار أن الله هو معنا دائما وأضافوا أنه على الرغم من كل الظروف فالميلاد هو مصدر تجيع ودعم لنا خاصة خلال هذه الأوقات الاستثنائية بسبب وباء كورونا والأزمة الاقتصادية والظلم وتصاعد العنف ضد الفئات الضعيفة كما عبر رؤساء الكنائس عن تضامنهم مع كل من تأثر بفيروس كورونا آملين أن يضع اللقاح الجديد للفيروس حدا للوباء من أجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية